وصلت بعثة أسر شهداء الشرطة إلى المدينة المنورة لأداء منسك الحق يأتي هذا في إطار ما تقدمه وزارة الداخلية من رعاية لأسر الشهداء تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن كوكبة من أسر شهداء الشرطة في طريقها إلى الأراضي المقدسة وسط مشاعر إيمانية صادقة تمتزج بالفرحة للفوز بأسمى هدية وهي حق البيت الحرام في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الأسر تقديرا لتضحيات أبنائهم من أجل أمن الوطن واستقراره وكان في وداعهم بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات بشكر الرئيس السيسي أولاً على كل حاجة بيعملها للشهداء كل حاجة يعني أنا مسؤولة وفاة زودي وهو أنا مش شايفة منه غير كله خير قصماً بالله العليا العظيم أنا بشكره يعني في كل لحظة وكل ثانية بشكر السيد الرئيس الجمهورية على اهتمامه بنا وكل سنة حضرتكم طيبين فرحانين آخر فرح الحمد لله مفضل ربنا أن ربنا كرمنا وحنحج العمد إن شاء الله بأمرك يا رب وزارة الداخلية كلهم بأكملهم ما أصرواش معنا في أي حاجة ودائماً بيحاولوا يسعدون بأي قدر ممكن بيقدروا عليه مع وصول أسر الشهداء إلى مطار المدينة المنورة تصابق ضباط بعثة حق القرعة لإنهاء إجراءاتهم بالتنسك مع وزارة الحق والعمر السعودية وتوفير الراحة لهم وسط ترحيب كبير بهم حيث كان في استقبالهم رئيس بعثة الحق المصرية فالكل يعبر عن تقديره لهذه الأسر التي قدمت أبناءها في داء للوطن وتحملت ليحيا في عزة وكرامة حفاوة الاستقبال بفندق إقامة أسر الشهداء عند الوصول إليها كانت كبيرة حيث تم تنظيم احتفالية لهم بالورود تعكس تصابق الجميع على خدمتهم والتقدير الكبير الذي تحظى به هذه الأسر داخل وخارج الوطن فقد وفرت وزارة الداخلية ضباطا لخدمتهم طوال فترة الرحلة المباركة وتوفير الراحة لهم لآداء المناسك في كل مراحلها أيها المصري أهلا لك في القلب مكان وفعلا كان استقبال جميل جدا جدا وكان فيه ترحاب منهم استقبالهم معنا أسرة متكاملة مع بعض البعض نحن فعلا جامعين بجميع الخدمات لأسر الشهداء بالنسبة استقبالهم اسكانهم من فنادق جميع مراعاتهم من وإلى حتى مغادرتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة استقبال عظيم جدا بالوردة يعني السبحة والشوكولاتة كل حاجة جميلة الشهيد قرمني بعمره وحيد وقرمني أن كل الشباب يحبوني وأكل ابني متوفر كله حوالي أيها أنا فرحانة بي ولدي أني أخدم مصر جبنا حجة وحجة قعد مش كل الحجات كمان ده أي واحد استمنى هذا أني ولد يقطع شهيد فرحانين والله والله فرحانين والله العزيز فرحانين فرحانين بالحجة فرحانين بيكم فرحانين نحن تعرفنا بيكم هذه الأسر تؤكد أن أبناءهم مبعث فخر دائم لهم وهذا التكريم بزيارة البيت الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم عيث وجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم طبعا الرئيس السيسي هو الممتم جدا بأسر الشهدة وعملوا تكريم قبل كده وقابلته في عيد الشرطة اللي فات سيادة الرئيس عمره ما بينسى أسر الشهداء ولا بينسى التضحية اللي هم عاموا بيها ولا بينقص من قدر أهالي الشهداء خاصة الأم أو الأب وحسس بوجعهم وحسس أديهم يعني فقدوا جزء كبير أم من حياتهم أنا بشكر سيادة الرئيس وكل القائمين على إدارة الشهداء في الشرطة على الاهتمام المبالغ يعني صراحة بالنسبة للأسر الشهداء والأبناءهم والحمد لله خدنا حاجنا بزادة شوية وتشكره ويشكر رساة الرئيس على الحجة الحلوة لدينا على شخص الشهيد برضو هنيئا لأسر الشهداء بتضحيات أبنائهم وهذا التكريم بحج البيت الحرام فلولا التضحيات ما كان الاستقرار الذي ينعم به الوطن وبداية نهضته نحو الجمهورية الجديدة استقبال واحتفاء كبير بأسر شهداء الشرطة عند وصولهم إلى فنادق إقامتهم بالمدينة المنورة هذا الاحتفاء يعكس مدى التقدير لتضحيات التي قدمها أبنائهم في سبيل هذا الوطن وسوف تتواصل الخدمات التي تقدم لهم طوال رحلتهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج من المدينة المنورة عبدالبركات التلفزيون المصري